اكد سعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة ان الوزارة ستقدم مبادرات رائدة تجاه الشباب البحريني تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى باطلاق عام الشباب البحريني على العام 2022 نعم الوزير اكد ان جلالة الملك المفدى دائما ما يضع الشباب البحريني في مقدمة اجندته ويوجه بضرورة الاستثمار فيهم والعمل على تأمين كافة مستلزمات التقدم لهم وذلك لرسم مستقبل مشرق لهم باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل واكد وزير شؤون الشباب والرياضة السعية للسير على نهج جلالته في رعاية الشباب البحريني وتطوير قدراته وتابع سعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد ان السمو وممثل جلالة الملك لعمل انساني وشؤون الشباب وضع ركزتين اساسيتين لبناء الاوطان وهما الايمان بالحاضر وضرورة العمل من اجل تنمية المملكة والامل وهو المستقبل واشار سعادة الوزير لانه انطلاقا من هاتين الركزتين فقد وضعت وزارة شؤون الشباب والرياضة خطة لمجموعة متنوعة من البرامج وباقة من المبادرات والمشاريع في عام الشباب البحريني ومن ابرز تلك البرامج جائزة الملك حمل لتمكين الشباب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وبرنامج لامع في نسخته الثانية وبرنامج مساري اضافة الى تطبيق المستشار ترجمة نانسي قنقر